بالتحليل السياسي احنا ننطلق من خلفية انا ضد استاذ حسام مهما يعمل استاذ حسام كونها خطأ استاذ عماديش قال قال العمليات السابقة القينا القبض على بعض القائمين بهذه الافعال وان النتائج وان اعلام قليم كردستان خلي طلعونا يهون بالتلفزيون ويجبون اعترافاتهم ويحرجون انا ما اعتقد والله يطلعوهم يا اخي ما انا انتظرت هو يجاوبك ويسوم ادي يسمعه زين يمكن طلعوه واعترفه وقال له هذا ولا من كتائب سيد الشهداء هو موجود عماد عباجلان ياخي طلعوهم ما اعرف والله وينهم ويسي جاوبنا على السؤال بغداد نيمت القضية صار اعتقالات صار اعتقالات استاذ عماداني يمكن قبل يومين كنا نواك باتصال صار يعني اطراف بهذا الحديث صار اعتقالات بعد الاعتداء الاول من اللي يمشي او عنده كان بالحشد ونازل اجاز الاقليم كردستان شاء له واقع هذا وصار اكو حل حلة بالموضوع الى الان لم تتبنى جهة العملية ولم يلقى القبض على واحد مشترك بالعملية لو لاحظت استاذ عمادش قال قال مساكناهم اللي يساعدوا بنقل الكاتيوشا اللطيف يعني الكرد مجا ينتبهون المسألة هذا الخرق في مطار اربيل والخرق لتنظيم داعش والاحداث اللي جاي يصير يدلل هناك خلل في الجهاز الأمني لأقليم كردستان يعني المفروض اليوم ما هي تقدر تكشف لنا الحقائق وتحافظ على أمن وتعالج الخلل وتعالج الخلل أو تقول تستعين بالحكومة المركزية وانا مرة تكلمت مع الاخر يبوا يمكن قلت لذا ما عدكم امكانية جيبوا فصائل الحشد وخليه ينطلق صاروخ بعد احنا اليوم ليش وفصائل الحشد مستعدة تحميق لكردستان الحشد الحشد هو يعني مؤسسة امنية عراقية وكردستان ايضا عراقية اذا الاخوة يحبون ما عدهم امكانية يلقون القبض على هكذا ما لخلي يستعينون بالخبرات الموجودة اللي يدعي انه هذه العملية لتأجي للانتخابات قلت ليش نضرب اربيل خليجوا نضربون هنا السفارة الامريكية موجودة المؤكل رسائل وقواعد امريكية موجودة السهوة سيد اعماد باجلان قال اكو عدة رسائل في التوقيت الرسالة الاولى هي عشية زيارة ثانيا زيارة السفير السعودي الى اربيل وهذا التقارب تريد تنطي رسالة ايرانية ما ادري فيلم الرسالة راح ارجع لها مره بس يقول الرسائل السياسية اللي تريد تنطيها ايران انه احنا مراضين على هذا التقارب او عندنا رأي سياسية شنو تحليله يبقى يمك اعكس لي الصور استاذ ارسام اي تقارب بين الحكومة العراقية وحكومة الجمهورية الاسلامية يصير حدث زيارة الكاظم اليوم غاضة الكثير الامريكان ما يقبلوا السعوديين ما يقبلوا بعض الكتل والاحزاب ما تريد هذا التقارب ولذلك انا استغربت يقول استقبله بفيلم الرسالة الا اذا يعتبرون السيد الكاظمي خالد بن الوليد وفتر عليهم من وراء الجبل احنا مو امام اليوم العراق يجب ان ينفتع على كل الدول اليوم زيارة الكاظمي مهمة بمكان لحالة حتى وضع الشرق الى وسط وقد يكون حتى موضوع التقارب السعود الايراني